ولكن ليس لأنهم أمازيغ أو عندهم فكرة للفيدرالية هذا موضوع مختلف نهائيا لكن هم غير راضين بما يحدث وحتى أني مش راضية بما يحدث عند مقاطعين لانتخابات هل هناك مطالبة لكووتا لما تحدثنا على المحاصصة هل ممكن نشوف الفترة القادمة سيكون هناك مطالبة لأقلية أثنية أنت تعودين للفيدرالية مرة أخرى هذا سؤال هل هناك مطالب لأن الشارع يحب أن يفهم أنا أعتقد معظم الشارع من تجربتي الآن في فترة الأخيرة في بنغازي ونتحدث للناس معظم الناس ليس فاهمين من سيختاروا لمن سيصويتهم يعني لما تجيب السياسيين أو الأحزاب ووقفين وتسأليه سؤال محدد لا يمكن يعطيك إجابة محددة فأنت كيف بتعرفين من ستختاري إذن أنت مقاطعتك للانتخابات مقاطعة كمواطنة ليبية أنا مقاطعتي لم تأتي باختياري أولا أنا كنت في الدوحة وليس لدي بطاقة ولكن فهم الشباب هدو يعني فهم هما كيف يفكروا ليش هما مقاطعين للانتخابات هما يعتقدون أنه فيه مؤامرة هذا ممكن أن تبقى على شباب الليبي كله لكن الآن نروع إلى موضوع يعني موضوع نحني كأمازيغ وإشكالية لاحظ شيء مهم جدا وخلينا من النجاتب ونخش في الإيجابي لاحظ شيء إيجابي هل هو تقول لنا أنت طبعا كرجل سياسي تقول لنا هل هذا تكتيك حزبي أو لا الحزاب كلها أنا قمت بترجمة يعني كلها لكن أكثرها قمت بترجمة لهم إلى الأمازيغية إلى أمس حزب السيدة علي الطرهوني ترجمتها كل شيء متاعها بالأمازيغية أصبحت موضوع الآن تضع العربية إلى جنبها الأمازيغية هل هذا بيتطبق إلى الأمام هل هذا فعلا سيوصلنا أصبح موضوع حتى تضع الليبرالية مع الإخوان يعني هذه لا أعتقد أنهم واضحين في هذه تنكر حزب الوطن حزب الوطن في مرات سافرة وحطينا في الواحد الآن نرأي على الموضوع الأمازيغية والأمازيغ في الدستور القادم يعني فيه حتى تلعب ببعض الألفاظ نسمع ببعض الحزب يقولك الأمازيغية تكون في الدستور نعم حتى تكون في الدستور ولكن ما هو حد نحن مش قلنا بكري إشكالية قانونية فيه إشكاليات قانونية حقيقية يعني ستطالبها بدسترة اللغة الأمازيغية نريد أن نكون مواطنين مثلنا كباقي المواطنين الليبيين بتنزل العربية من مكانها العالي هذا نزلنا حتى نحن بترفع أرفع يعني تبدو اللغة العربية اللغة رسمية وتضيف لها طبعا حدها هذا مختلف شوية لا احنا خلينا نحدد يعني الموضوع لأننا الآن زي ما اسلفت نحن نتحدث الآن عن مرحلة جديدة والآن دخلنا في نضال سلمي ودستوري ويجب أن يعني نترجم الآن الخطاب الأمازيغي إلى استحققات دستورية وسياسية لأننا نحن الآن يعني تفصلنا يعني ساعات عن المواطن الوطني وبالتالي وأنا استضفت بمناسبة سيد محمد في كم مرة ودرنا في ورشة في المكتب السياسي لحزب العدالة والبناء وتحدثنا على موضوع الآن السؤال اللي يطرح يعني ما زال الخطاب مع الأسف خطاب عاطفي الأمازيغية خلاص المقدمات والكليات والمبادئ والحقوق وزي ما أسلف سيد إبراهيم ملف المواطنة هذا محسوم ملف المواطنة والمساواءة ما من قانون أصبح قضية محسومة وجزء المواطنة ملاش معنا كلمة ديمقراطية لو ما فيش مساواة حقيقية لنكمل لك زهرة نكمل لك سنا الآن لما نتحدث عن دسترة اللغة الأمازيغية ماذا تعني هذه الدسترة هل تعني الدسترة أن تكون اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية في كل أرجاء المعمورة الليبية ولا أن الدسترة تعني أن تكون اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية في مناطق الناطقين باللغة الأمازيغية هذا المحتاج إلى الآن نحن لم نبلور مشروع متكامل أنا أتحدث الآن على مستوى الأمازيغ لابد الآن نتحدث لما نتحدث عن دسترة اللغة الأمازيغية وأنا مع هذه الدسترة لكن لابد أن تكون يعني المضمين واضحة جدا ماهت تعني على مستوى البعد السياسي والبعد القانوني والبعد الدستوري والبعد الإعلامي والتعليمي والثقافي كيفية دمج ماركز في الأمازيغ كيفية دمج كيفية دمج في منظومة الثقافة والتربية والإعلام هذا محتاج جين مشروع لنقدمه في المستقبل القريب إن شاء الله للمؤتمر الوطني العام ليلاقي بإذن الله إجماع من كل الاتجاهات الوطنية ويتم دسترة اللغة الأمازيغية وننضي إلى الأمازيغ هذا جميل لأنني يبدو أن هناك ألوان طيف كثيرة لذلك ذكرت مثال فتح بن خليفة وفي نماذج الخطاب يتعدد للأمازيغ هم ليسوا كتلة سياسية واحدة فالدسترة حتى كلامك الدسترة في أماكن وأماكن أخرى ماذا تعني بأماكن وأماكن أخرى أنه هناك تنوع في موضوع الحقوق هذا حقوق غير قابلة جدا هذا حق إنساني في موضوع توجهات سياسية المتحدة باللغة الأمازيغية مثل أخوال المتحدة بالعربية تجد فيهم طيارات فكرية وطيارات سياسية هذا ليس نوع منهم مختلفين على بعضهم مثل تمشي لطرابلس وتجد نفس الطيارات التي تجدها في منغازي طيارات فكرية وهذا طبيعي التنوع السياسي لكن موضوع الحقوق أنا أعود قبلها لموضوع المحاصصة عندما يتم إقصائي مرة واثنين وثلاثة عندما لا أرى مرة واثنين وثلاثة عندما لا أسمع مرة واثنين وثلاثة فعلا سنضطر للمحاصصة الأمور تدفع هكذا للمحاصصة قد ندفع لمحاصصة العراق أن يكون واحد من رواسات ثلاثة أو مثل لبنان واحد من رواسات ثلاثة مزيغ هل هناك أحزاب على أساس أثنين؟ قد ندفع إذا كان الأمور حدث تهميش ويقصى وإذا الإنسان بدل ما يقتل على هوية يبدو ينتخب على هوية أو تعطى حقوقها أو تعطى امتيازاتها لأن هذا لماذا الليبيين طاروا؟ طاروا من رجل دورة ديمقراطية عادلة لكل الليبيين فيها تكافر فرص المعيار هو المؤهل والكفاءة وليس المعيار ولكن عندما كيفما أسلف أستاذ محمد لأنك هنا تغير الاسم وهنا ما تغير هنا تدفع الأمور أنا أتحدث شخصيا عن اسم أنا مع المطالب المعتدلة ولكن طريقة الطلب بها يجب أن تكون حازمة الاعتدال لا يعني تفريط سلمية طبعا لا لا عفوا أنا لا أدعو للعلم ولكن تدفع الأمور الآن نحن نرى ما يحدث في الكفرة ما يحدث هنا تدفع الأمور أنا لا أستطيع أن أملك ولا أي شخص فينا يملك السيطرة على رد فعل شاب صغير أقصي مرة واثنين وثلاثة نقطة الدسترة أعتقد هناك اتفاق عام بين المتحدثين باللمزيغية على دسترة اللغة اللمزيغية والاختلاف في حدها الأدنى وحدها الأقصى أنا إبراهيم نتمنى نسمع بجدية أن نسمع وجهة نظرك فيما يتعلق بالإسقطات الواقعية والموضوعية لموضوع الدسترة بحيث نحن محتاجين الآن نحطة حتى وارجة وطنية داخل المتحدثين بالأمازيغية فيما يتعلق لنه وبل والرؤية أنا أعطيك قصة كنا في المعارضة الليبية في المهجر وعقد مؤتمر 2005 وكان مؤتمر ضم طيف واسع من المعارضة الليبية وقدمت ورقة واللخ محمد كان قاعد حدث جدل ولازال أتارها موجودة لكن في حد أدنى أنا أتحدث الآن على وجهة النظر التي أتبع لا تحدث عن كل متحدثين من المزيد فيه اتفاق أن الهوية الليبية عندها أبعاد ومكونات وعندما أقول أبعاد ومكونات ليست ضرورة بنفس النسبة أو نفسه لكن فيها حرف عطف وليس حرف ترتيب اللي هي الإسلام والعربية واللمزيغية والمتوسطية والأفريقية هذا كل ليبي في هذه الرقعة عندها فيها نسبة أي ليبي عندها نسبة طبعا الإسلام باستثناء الإسلام لأنه وضع ديني خاص والباقي المتحدة باللمزيغية فينا من العربية هذا إبراهيم متفقين فيه هنا هذا متفقين فيه أتمنى نحن متفقين فيه لكن أتمنى أن نقدر نصل إلى الاتفاق هذا بالنحية اللغة فيه أشياء منطقية وواقعية وشياء يجب أن أمدى أن نقول لهم منطقية واقعية أنك تطلب عندما تطالب بحقوق لا يعني أنك تفرض على الآخر أنا أطالب بحقي إذن بنفس الشيء عندك حق هناك حق للاختيار هو من شروط إذن دسترة اللغة الأمازيغية تعني أن اللغة الأمازيغية لغة ثانية في الجهات الحكومية والرسمية وهل يفرض تدريسها أنا بس عندي شيء هو سؤال عرض لا سمحت لي لأنني لم أتحدث نقطة ونضيفة بس كم نقطة نعم أو حتىني طبعا مش هتنازل عن حقي مش هتنازل عن حقي لا أنا الآن لست مديعة هي أقلية اليوم أنا الضيفة لما تقول أنها تدستر ولكن لا تفرض على الآخرين وتدرس في مناطق أين يوجد الأمازيغ أنت الآن تظلم الأمازيغ مرة ربما عاشرة لأن في أمازيغ في طرابلس بكثرة هل تبين يحاولوا مثلا اللي بيقري صغيرة يمشي لزوارة يقري صغيرة في زوارة ولا تبين اللي في الجبال يمشي مثلا لجبال يعني هذا ليش ليش دائما المواطن الليبي الأمازيغي هو اللي دائما يدفع التمن هو اللي دائما يتنازل ليش ولا مرة تعطى له شيء يشعر بأنه هو مثل مثل الآخر هي إشكالية التحديد بعدين الهوية بالجغرافية ستصبح لما تقول أنها دسترتها في أماكن وأماكن لا أنا أعتقد هذه ستكون إشكالية أن الهوية الأمازيغية لتنطق إلى مثال أخا لتدرس أبناء أهل أمازيغية نعم عندنا تجارب العالم غني نحن لسنا كائن فريد أو وحيد في العالم في شمالنا وجنوبنا وفي تجارب قديمة وحديثة وجوانب تريه في هذا الموضوع نحن الآن في أمور فنية تحل أنا مثلا تدريس الأمازيغية الآن العالم وسائل التعليم صحيح معقدة لكن فيه آليات أنك تقدر تقري الأمازيغية في فصول خاصة في مدرس خاصة أنا موجود في الدنمر تقدر جزء بسيط بالكمبيوتر بشين تقدر الدرس اللي يسكن مثلا هنا تقدر الدرس نعطيك مثال ممكن بعيد شوية وانا كبير زمان كنت نجرة في مدرس لماذا نستعملش التكنولوجيا هذه على الأمازيغية؟ لماذا يجب أن تكون لغة اختيارية؟ مثلا في المدرسة هذه اللغة الأمازيغية اختيارية على الأمازيغ نحكي اختياري إذا كان الأب المتحدث بالعربية والأم ويرغبوا ابنهم يقرأ ويرغبوه مننا يقرأ فيتفضل نحن الآن في مرحلة رأي نحن الآن أولا نحن ورّتنا بما فيهم أنا ورّتنا في استيراد مصطلحات من تجارب فاشية في تجارب لا تنفع بنا لفظ لغة رسمية ووطنية هذا لا يوجد في كل التجارب داستير العالم نحن ورّتنا نفسنا في خان دستورية ووطنية ورسمية ما ينفعش علينا يا إخوان تجربة الليبية لا تماتل نستفيد من تجربة لأخرين لكن لا تماتل هذا اللفظ لماذا نقوله رسمية ووطنية يعني الآن في بريطانيا ورب ما فيش هذا العقد كيف تضمن أن هي ستدرس بعد عشرين سنوات دستر شيء والرسمية شيء سمعي سيد إبراهيم في نقطتين مهمتين حتى قد ذكرتهم قبل شوية من باب يعني الهايلايتين نركز عليهم فعلا يعني مثلا أمريكا لا نظن أي شخص مننا ينكر على أنها دولة متعددة والآخرين لا نمشي لغة رسمية بينما التجارب مثل فرنسا مثلا بلد جائر وظالم للشعوب اللي عايش فيه فرنسا بلد جائر وظالم ونمشي ونأخذ منها في المثال دوا هذه دولة شخص من أفريقيا يكون أخذت من فرنسا نعم دائما تساندوا إلى الثقافة القومية الشفونية بس سمحيني نرجع لي حاجة مهمة جدا بلا اللي هي قضية المواطنة أنا ليبي ما نبيش حاجة تنقس علي كمواطن ليبي ما نبيش ويدي صدرين غضوة يمشي المدرسة المواطنة نبيش نعرفها تعريف الأوحادي لأهربو نقول لك أنا مثلا لما مشيت المدرسة لا أعرفش العربية المدرس كان يقول لنا بقرة فناس